ارجع مع حضراتكم مرة تانية وخبر من الاخبار الصعبة والسيئة صعبة نجمنا البطل محمد النني فيروس كورونا محمد النني انضم ايضا للمصابين وانضم لنجمنا العالمي ايضا والبطل محمد صلاح محمد النني اتعامل النهاردة المسحة طلقت مسحة ايجابية ونتمنى له الشفاء نتمنى له الشفاء دعواتكم ودعواتنا ودعوات كل المصريين انه ربنا ان شاء الله يشفيه ويشفي صلاح يا رب اذن الله تعالى لانه بقولكم خبر يعني مش لطيف خبر مزعلنا كلنا كلنا مزعلنا الخبر ده واتمنى ان شاء الله نطمئن نحاول نطمئن دلوقتي طبعا الاثنين ابطالنا والاثنين نجمنا مصابين فيروس كورونا انني كان نهاردة حضر التدريب وكان مفروض هيلعب مباراة توجو بكرة سافر بارع على طول بعد المباراة اللي فوزنا فيها 1-0 ولكن طبعا ربنا يشفيه الجميع ويشفيه ويشفيه صلاح يشفيه الجميع جنبه الشناوي محمد الشناوي قاعد جنبه وجنبه الونش ده النهاردة في التدريب الصورة اللي قدامكو ديك في التدريب النهاردة فربنا اصطر يعني الاخبار اللي جاية يعني اخبار يعني مش عارف اقول ايه والله لكن كلنا نتمنى ودعواتنا ليهم وهو خبر من الاخبار المؤسفة انه كمان اصابة نجمنا البطل محمد النني لاعبنا لعب منتخبنا الوطن ولاعب ارسنال الانجليزي واحد من نجوم في الدور الانجليزي محمد النني اثبت وجوده واحد من نجوم منتخبنا الوطني يعني زي ما نقول كده ما تقدرش تستغنى عن محمد النني زي زي محمد صلاح فالاتنين هيفرقوا معنا صلاح فرق معنا في المطش الاولاني تخيل حضرتك منتخبنا من غير صلاح ومن غير النني طبعا كلهم ابطال وكلهم نجوم وناتمنى ليهم السلام والتمنى ربنا يكرمنا كمان في موراد بكر عشان نصعد لي بطولة أمم أفريقيا اللي صعد لها اتنين لحد دلوقتي السنغال والجزائر ولكن اللي همنا النهاردة قبل البحث عن أي شيء نبحث عن حالة وصحة نجمنا لنجمين الكبار محمد صلاح ومحمد النيني